موسيقى مساء السعادة، مساء البهجة، مساء مصري جميل على كل أصدقائنا اللي بيتابعونا لقاء جديد وحلقة جديدة من افتح باب قلبك النهاردة بنفتح مجموعة من الملفات المهمة خلوني أكلمكم الأول على حاجة مصرية مهمة قوي في حياتنا هتلاقوا في بيوت كتير سوى حتى في الأحياء الشعبية في القرى في المدن قصة الشجر عند المصريين قصة مهمة جدا هتلاقوا دايما كده قصاد أي محل الناس بتصحى الصبح تشغل ميا، تروي شجرة صغيرة هي زرعها هتلاقي في البيوت قصرية تنعناع، قصرية ريحان الأخضر في حياة المصريين شيء مهم جدا واخدوا بالكوا ده مخزون حضاري قديم ورسينه من أجدادنا لما كانوا بيرسموا الشجر على جدران المعابد خدوا بالكوا كمان في الريف مهمة قوي شجرة أم الشعور، عارفنا؟ شجرة أم الشعور تلاقواها شجرة كده على طرع كتيرة، بيسموها تلاقي كده ورقها مايل دي شجرة مهمة قوي الناس تقعد تحتيها وتخلي كده المشهد والحياة مختلف أو هي الشجرة الحقيقة هي شجرة الصف صافة، برضو شجر الكفور في بلادنا وقرانا أشجار مهمة جدا كان في فترة المصريين بيقولوا بينهم وبين بعض بصوت واطي ليه ما عندناش مسألة التشجير، دي مسألة مهمة جدا طيب، فاكرين مؤتمر المناخ كوب 27؟ فاكرين طبعا إن وقتها طرح مصر طرحت أو أطلقت مبادرة 100 مليون شجرة 100 مليون شجرة مش بس أطلقت بمناسبة مؤتمر المناخ مجرد كلام حنقوله بس لأ هي مبادرة واقعية بتتنفذ على الأرض بتستهدف 9900 موقع في أنحاء محافظات مصر، هيتزرعوا على 6600 فدان هنعمل غابات شجرية وحدائق وكمان أشجار مسمرة 100 مليون شجرة بيتنفذ وحيتنفذ في كل محافظات مصر حملة تشجير مهمة على جانبي الطرق السريعة مش عايزة عقرب على الأرقام والنبي وتخليكم مركزين معايا كده في مليون وثلاثة مليون وثمنمائة ألف شجرة في محافظة القاهرة 670 ألف شجرة في الجيزة 390 ألف شجرة في سهاج وغيره وبفكركم بالموضوع ده ليه لا أصلنا النهاردة بابني الحلقة بطريقة كده أنا ملخبطة فريق الإعداد لإني عايزة نمشي مع بعض خطوة خطوة كده لغاية ما نوصل بالسلامة الموضوع مهمة عايزة أنور لكم عليه إحنا أطلقنا بمناسبة مؤتمر المناخ مبادرة 100 مليون شجرة كمان أطلقنا مبادرة اتحضر للأخضر اتحضر للأخضر بمناسبة المؤتمر لكن مصر بتعمل بتسعى بخطوات حسيسة لحل أثار ومشاكل الأزمة المناخية العالمية اتحضر للأخضر حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر ونبي تخلوا الموضوعين دول كده في بالكم إن إحنا عاملين حملة سمها أو مبادرة سمها 100 مليون شجرة وعملين مبادرة سمها اتحضر للأخضر وفي نفس الوقت حستدعي شوية حوادث أو أمور قريبة حصلت فكريني يا جماعة لما الدولة المصرية أعلنت عن تطوير حدائق المنتزة كان مهم جدا لأنه حدائق المنتزة كانت يعني أحوالها ما تسرناش أحوالها ليست الأفضل في وجهة نظر الدولة المصرية ولا المصريين طبعا وقتها طلع إشاعات كتيرة جدا من السوشيال ميديا وإحنا حنتكلم عن موضوع السوشيال ميديا طلع إشاعات كتيرة جدا ده دخلين يدمروا المنتزة ده حيقطعوا الشجر القديم ده حيدمروا الفندق الإيه ده حيعملوا الشاطئ إيه وفضلت الإشاعات تهري وتنقط مش كل الناس ميديها وإدنها مش كل الناس مركزة معاها ولكن بقى في موضوع وموضوع وإشاعة ولازم نرد عليه وإحنا عندنا أجهزة وفي مجلس الوزراء والمتحدة بيردوا على مسألة الإشاعات وفضلت الإشاعات تروح وتيجي وتهري لغاية ما شفنا زي ما أنتم شايفين قصاد حضراتكم لما السيد الرئيس افتتح حدائق المنتزة وشفنا أن الأشجار النادرة في حالها وتمام وبالمناسبة ناس كتيرة قالت طب ده احنا شفنا في التلفزيون أهل اسكندرية ناس كتير منهم نزلوا راحوا حدائق المنتزة بعد التطوير عشان يشوفوا بعينهم أن الأشجار النادرة زي ما هي والمساحات الخضراء زي ما هي لا والدنيا كمان أضيف عليها عملوا بحيرات وطوروا الفنادق وزودوا عدد الغرف الفندقية وقالوا كده حدائق المنتزة بقت أكبر حديقة ساحلية على شاطئ البحر المتوسط لخدمة خمسة مليون سائح ده غير أهل المدينة فاكرين؟ ليه بقول الكلام ده؟ لأنه الهاري والإشاعات والكلام اللي ملوش دليل اللي طول الوقت طول الوقت بيزن على دماغ المصريين مين اللي بيصدق؟ إن شاء الله واحد إن شاء الله واحد يصدق إن شاء الله واحد يتأثر ما إحنا يا جماعة عندنا وقعه بنشوفه بعنينا فقبل ما نصدق أو نتأثر نستنى طيب بالمناسبة برضو فاكرين جنينة المريلاند جنينة المريلاند دي جنينة جميلة جدا في مصر الجديدة يعني نقدر نقول عليها رئة ومتنفس للتنزه والترفيه لسكان مصر الجديدة وبالمناسبة اللي ساكن في بيت أو عمارة مطل على حديقة المريلاند محظوظ جدا لأنه بيفتح إلا إيرئة خضر 44 فدان في حديقة المريلاند برضو حديقة المريلاند يمكن فاكرين من أيام شبابنا من أيام الجامعة وأصغر لما كانوا يمكن وإحنا صغيرين أهلينا كانوا بياخدونا نتفسح في جنينة المريلاند كان في بعض طلبة الجامعة بيزواغوا من الجامعة ويروحوا الجنينة ومراكب وبطوا في البحيرة ولما جات الدولة المصرية قالت تطورها عملا بمنهج التطوير الشامل ما هو يا جماعة مش معقول نسيب كنوز مصر كلها عمالة تتداعى وتنهار هقولنا هنتطور الجنينة وطبعا طلعت إشاعات يا نهارا بيد هيهدوها هيبيعوها هيكسروها هيدمروها مش عارفة مين الأجهزة اللي طول النهار توش في دماغ المصريين لكن والله العظيم ولا أروع ولا أجمل بعد فترة زي المصريين ما بيقولوا المية تكد بالغطاس قالوا الجمل بيطلع النخلة قالوا أدي الجمل وأدي النخلة أدي الجنينة وأدي التطوير أدي الجنينة أقصاد عينينا لا فيها خراب ولا تدمير بالعكس أهل مصر الجديدة النهار دا بيقولوا أخيرا الدولة المصرية انتبهت لجمال جنينة أو حديقة الميريلاند وطورت ليه بقول الكلام دا؟ لأ هسيبكوا على نار هنطلع فاصل ونرجع أقول لكم ليه بقول كل الكلام دا على بعض مئة مليون شجرة اتحضر للأخضر اللي قالوا عن المنتزى وما طلعش اللي قالوا عن الميريلاند والمية كدبت الغطاس ليه بقول نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل مبادرة 100 مليون شجرة 6600 فدان 9900 موقع تشجير الطرق السريعة مبادرة تتحضر للأخضر بنتور جنينة الحدائق المنتزى إشعاعات رهيبة تهد جبال ما سمعناش ما صدقناش فيه واحد تأثر وبعدين المية كدبت الغطاس وطلع ما فيش أي حاج وفي الميريلاند نفس الحكاية ايه بقى الحكاية؟ كل دا بقوله ليه؟ طبعا احنا كلنا سمعنا وقارفنا ان فيه مشروع لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة جنينة الحيوانات يا جماعة اللي في الجيزة دي جزء من وجدان كل المصريين كل الأطفال رحوها مع أهليهم كل الأطفال ركبة الفيل كل الأطفال أكلوا الأرود كل الأطفال شافت الحصفير لا زرق ولا أخضر ولا أصفر دا حدث مهم كلنا شوفنا الزرافة كل الرحلات المدرسية في حقبة معينة كانت بتودي الأطفال جنينة الحيوانات اللي في الجيزة يوم شم النسيم حدث ولا حرج يوم العيد المصريين بيحبوا الجنينة فلما يتقال حنطور الجنينة واخدوا بالكوا دي مش أي جنينة دي جنينة أمر بإنشاءها الخديوي اسماعيل وفتتحت سنة 1891 دا من زمان قوي 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 لما يقولوا حنطور حديقة الحيوان الدولة المصرية تقول حنطور الحديقة يبقى حدث مهم قوي بالنسبة للمصريين اللي بيروحوا غاية دلوقتي الجنينة وما بيعجبهمش حالة لأن احنا عندنا طموح كبير إنه الجنينة تبقى بتتطور وتتوضب وتترتب زي ما كل حاجة بتحصل في مصر الدولة المصرية الجمهورية الجديدة بتشيل التراب عن كنوز مصر طب يسيبونا في حالنا ويسيبونا ننبسط وإن الجنينة هتتطور طبعا لا فجأة السوشيال ميديا وأنا هخلص موضوع الجنينة دا بسرعة واركز سويا مع السوشيال ميديا فجأة السوشيال ميديا وعلى المواقع إشاعات وأخبار دا إيه بقى هيكسروا الأشجار الندرة الأشجار اللي بقالها سنين وسنين وسنين وعقود ودي جاية من بلد إيه ودي مستوردة منين ودي جيبناها من أفريقيا ودي جيبناها من الهند فجأة كل دا حيجرف في مشروع التطوير وبدل ما نبقى بنسمع الخبر وإحنا مبسوطين وإحنا سعدة لا يبقى متنكد علينا أو قصدين ينكدوا علينا ونحط إيدنا على قلبنا ويقول يا تارك جنينة حبوز طبعاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقال لهم إيه يا جماعة موضوع التجريف بتاع الأشجار الندرة دا فيك الكلام دا صحيح طبعاً وزارة الزراعة قالوا له ما فيش أي كلام من دا ولا فيه أي محدش يهوب من الأشجار دي إحنا هنطور الجنينة لكن محدش هيقرب من الأشجار حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار الندرة المتواجدة بها دا كلام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أيوة هنطور الجنينة أيوة هنزبطها أيوة هنستعيد طبيعها التراثي لأنها منشأة قديمة أنشأت بأمر من الخديوي إسماعيل هنخلي الناس تروح وهي أسعد ولكن إيه يا جماعة موضوع هنجرف الأشجار والنباتات الندرة والموتها برضو هقول تاني مين صدق واحد أو اتنين أو تلاتة أو عشرة وتأثروا وزعلوا وبدل ما يبقوا عندهم حماس وفرحة بتطوير حديقة الحيوان الأسرية العظيمة في مصر يبقى حطين إيدهم على ألبهم أنا حكت من الميكريفون بقى إني هيحط إيدهم على ألبهم ويقولوا يا رب الجنينة ما تبص يا جماعة ما احنا شفنا ما احنا شفنا المنتزى وكل اللي قالوه والأيام أثبتت حاجة تاني وشفنا الميريلاند وقعدوا برضو عملولنا داوشة وهيسة وهاري وإشعات وأكاذيب وطلح حاجة تانية والأفلام كتقصات حضراتكم بدام شفنا مرة واثنين وثلاثة ودي بقى الجمهورية الجديدة في مصر الجمهورية الجديدة في مصر اللي بتوعيدكم ولا بتقول بتحط حجر أساس ولا بتقول إن شاء الله هنفتتح مشروع ويحينا ويحيكم ربنا لأ أهو قالوا الجمل بيطلع النقلة قالوا قادي الجمل ودي النقلة قادي التطوير ودي المنتزى قادي التطوير ودي الميريلاند وما كان الإشعات والأكاذيب ما بيبطلش سمعوا الجنينة دي بقى بالذات يعني زي ما أنا قلت كده هي جزء من وجدان كل المصريين أنا كان بيت أهلي بيت أهل أمي جدتي كان في شارع يطل على حديقة الحيوات أنا حفظة جزيرة الشاي وحفظة جبلية الغزلان والشجر شجرة شجرة وعرفة الأشجار دي إيه وكناش بنروح الجنينة زي المصريين ما بيروحوا في الأعياد والمناسبات لا لا لما كانوا يحبوا يهشونا من البيت كانوا ينزلونا نروح الجنينة والساعة اتنين نروح يكونوا خلصوا تنظيف والغدا جهز هذه الجنينة جزء من وجدان المصريين وأنا كون لي ثقة أنا الدولة المصرية الجمهورية الجديدة هتطور الجنينة بما يحافظ على قيمتها الأثرية الحضارية التاريخية باعتبارها من أقدم أو الأقدم من جنائن حدائق الحيوان فأفريقيا في العالم هي أمر مهم ما تسلموش وإدنكوا لأكاذيب وشائعات السوشيال ميديا لأنهم بيبقوا بدل ما يسيبوكوا تفرحوا بإنجازاتكوا بيبقوا عايزين ينكدوا عليكوا عايزين يديقوكوا عايزين يفقدوك السقة في روحكم مش في الدولة لأن اللي حيطور الحديقة وزارة الزراعة والمهندسين اللي هم مسؤولين على الحديقة دي منها هم عايزين يخليكوا تفقدوا السقة في روحكم بدل ما تقولوا إحنا فعلاً حمطور تقولوا لا إحنا بنعرفش والدنيا حتبوز وحتمش صحيح وتاني بقول والمية تكدب الغطاس وشفناها كدبت مرة واثنين وثلاثة جنينة الحيوانات حتتطور حديقة الحيوانات الجهزة حتتطور حيحافظوا على نباتاتها وأشجارها الندرة حيخلوها مكان يليق بيكوا يا مصريين نروح في العيد وفي شم النسيم وأولادنا يروحوا يتفرجوا عليها والرحلات المدرسية ترجع لها وتبقى حاجة تسعدنا كلنا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوع حلقتنا بعد الفاصل مصر بلد الفنانين والموهوبين الفن جزء من وجدان المصريين الفن جزء من تراث المصريين الفن جزء من حضارة المصريين الفن الرسم من نحت الغنى المزيكة التمثيل الشعر الفن جزء من مكون الشخصية المصرية وحضراتكو كلكو عارفين لما بنتباهى بأثرنا القديمة اللي ورسناها عن أجدادنا كلنا بنتباهى بالمعابد والرسم على جدران المعابد والنحت والحفر والتمثيل في لحظة ما مصر طبعا طول عمرها فيها حركة فنية متعددة الأشكال بس كانت أحيانا بتبقى مش متركز معاها قوي أو متبعترة فيه مدحف هنا ومعرض هنا ومصرح هنا واللي مهتم يروح وييجي يعني يبقى محتاس كده وأحيانا وإحنا هنعمل حلقات قادمة عن المسألة دي كنا مهتمين بالفنون في المدارس بالرسم بالموسيقى بالتمثيل وبعدين توارى هذا الاهتمام ثم أعيد إحياءه مرة أخرى وده هنتكلم عنه في حلقات قادمة في العاصمة الإدارية مصر أنشأت مدينة الفنون والثقافة دي مسألة شديدة الأهمية مصر قالت لازم في العاصمة الإدارية الجديدة يبقى عندنا مدينة الفنون والثقافة فيها إيه؟ فيها مكتبة كبرى فيها مسارح فيها الأوبرا الجديدة فيها معارض فيها مركز الإبداع الفني لشباب المبدعين فيها قاعات عرض السينمائي متصرة بالأقمار الصناعية وقاعات تدريب فيها ستوديو صوتي مجهز بأحدث التقنيات أمام حضراتكم فيها هيبقى فيها متاحف تراثية ومتاحف فنون حديثة وفنون تشكيلية يعني ببساطة كده مدينة على 127 فدان ببساطة كده مصر تقدم لشعبها وتقدم للعالم تراثنا الحضاري الإبداعي المتميز التواصل بين الحاضر بين الماضي بين الحاضر بين المستقبل هنجيب جزء من أثارنا يعرض في هذه المدينة هنجيب فنانينا ومبدعينا اللي بالمناسبة بيشرفوا الدنيا كلها مش هتكلم عن معارض الأثار المصرية اللي بتبقى بتلف مدن العالم وما تحفها مش هتكلم عن أثارنا اللي موجودة ولا مسلاتنا إنما هتكلم عن الحقبة الحالية الفنانينا موجودين في كل حتة محمود سعيد إنجي أفلاطون بيكار وغيره ناس كتير أنا طبعا مش هعرف أعمل جرده ولا يليقني أقول بعض الأسماء فنانين الجداد وبالمناسبة يعني أنا هحكي لكم دلوقتي عن معرض رسمه مهم افتتح يوم الأربع اللي فات في أحد المتاحف ولكن خليني أقول لكم إن أنا بوصل لأمل إنه فيه يوم من الأيام مع افتتاح مدينة الفنون والعاصمة الإدارية نبقى بنجمع ده كله ويبقى عندنا كده دليل شهري من وزارة الثقافة ومن مدينة الفنون ومن الأنشطة الثقافية خلوني أحكي لكم عن معرض الفنان محمد المسلماني معرض الفنان المصري محمد المسلماني أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جمعت حلوان تخصص التصميمات الزخرفية عملوا في مركز كرمة بنهاني الثقافي بمتحف أحمد شوقي طبعا كلنا عارفين إن مركز كرمة بنهاني فيه متحف الفنان أحمد شوقي بيقع في الجيزة على النيل وده كان بيت الشاعر الكبير الفنان أحمد شوقي ولكن بعد كده تحاول إلى مركز ثقافي وحضاري وفني ويتعمل فيه متاحف وغيره تم افتتاح المعرض بتاع الفنان محمد المسلماني يوم الأربع وحيستمر ليوم 14 يناير روح يا جماعة تفرجوا ده شيء جميل جدا الفنان محمد المسلماني بيشتهر بحبه للبورتري لكن كل وشوشه الوشوش المصرية اللي بيرسمها جاية من عند أهلنا الطيبين في الريف ليها ملامح كده مصرية خاصة جدا جاية من البيئة دي من الحتة دي اللي كلنا جدرنا طالع منها وأهلنا عايشين فيها وحبيبنا موجودين وبنروح وبنظرهم إحياء لي الريف القرية البلد زي ما كلنا بنقول بألوان زهية مبهجة ما ينفعش أتكلم عن اللوح تيجو نشوف تقرير عن افتتاح معرض الفنان محمد المسلماني في متحف كرمة ابن هاني ونرجع نكمل تعقبنا أو تعليقنا على هذا هو الفن المصري ده يا جماعة اللي ورسناه من ألاف السنين ولسه فاضل معنا لأن زي ما قلت وبقول مصر بلد الموهوبين الفنانين المبدعين نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا بعدين بالنسبة للشغلي أنا بعتمد في الشغل بتاعي على التيمة البورتريت بعتبره هو بطاقة الهوية أو بطاقة التعريف بتاعة أي إنسان بالدليل إن إحنا بنشوف حد بنقول آه ده نعرفه أو ده ما نعرفهوش أو ده قريب أو ده بعيد أو ده من أسوان أو ده من الشمال سواء محافظة الشمال أو الجنوب على حسب فدايما بتلاقي البورتريت سباق في العين إن هي بتشوفه بتحدد الشخص ده منين اتجاه بالنسبة للمعرض الموجود حاليا هو ده بعتبر تجميع ما بين ثلاث فترات في شغلي فترة اللي هي كان فيها الشغل الأباد والأسود ده كان من معرض كان اسمه بنته وعروسة والفترة بتاعة البرتريهات اللي هي الكبيرة الأحجام الكبيرة دي كانت برضو من فترة البرتريهات كنت شغال عليها في البرتريه والحاجات اللي هي الملونة اللي هي الأكوريل دي برضو امتداد للمعرض بتاع بنته وعروسة الجزء التاني منه مرحلة البرتريه دي من الأشخاص اللي أنا احتكت بيها في حياتي والدتي، إخواتي، خالاتي، عماتي في مرحلة البرتريه مرحلة بتاعة البنت والعروسة دي من أولادي أنا عندي بنتين وولدين بنتين دايماً ببقى عشان قاعد برسم حواليهم فببقى شايف كل التصرفات فلقيت إن العروسة بالنسبة للبنات حاجة كده كائن مهم جداً البرتريه أو فكرة إن انت بتجيب حد ترسمه ده نموذج غير اللي أنا بعمله أنا بعتمد على فكرة أنت بتتشحن في خيالك أو بتتشحن في حياتك بحاجة وبعدين تبدأ تعبر عنها فبالتالي أنا يعني دي مش صور بناتي الحقيقية يعني ده مش البرتريه لا ده برتريه من خيالي بس القصة بتاعته كل فنان بيبقى مرايا للهو عاشه فأنا عشان مش قاهري أنا مش من موليدي القاهرة موليدي البحيرة رشيد فالمنطقة اللي أنا عشت فيها كاكمنطقة ريفية فبالتالي انت بتصحي الصبح بتشوفي كل الحياة يعني المدينة دي كنت بتشوفي تلفزيون يعني تشوفي بقى المسلسلات والحاجات دي العربيات الكتير أو اللي مأزح مش شوارع وكلام ده مش موجود في الريف يعني العادي الدنيا مش لطيفة ممكن بتقابلي وانت راحل مدرسة تقابلي الحيوانات والناس ورداء راحل حقول بتاعتها أو تقابلي الناس وهي جايب المحاصيل بتاعتها بما اني مدير المركز فانا كنت قائم على تنصيق الأعمال الفنية تنصيق الأعمال الفنية بتاعت الفنان محمد المسلماني وهي مكونة من حوالي 39 عمل فني من ضمنهم مجموعة من الأعمال الفنية الأبيض وسود هو بالنسبة لقاعات العرض اللي احنا فيها أولا دي قاعها على فكرة مجانا من وزارة الثقافة وقطاع الفون التشكيلية الأعمال بنعرضها له بيتعمله مطوية بيتعمله مطبوعة بيتعمله بوستر الحاجات دي كلها على نفقة الدولة الفنان بييجي قاعات العرض المتغيرة ما بيدفعش فلوس بيجي يقدم الأعمال اللي اللجنة اللي هي من قطاع الفنون التشكيلية اخترتها ويقاد جيب الأعمال وهنا هوت على فكرة فريق عمل بيتولى التعليق والتنصيق للأعمال الفنية المختارة من اللجنة هو طبعا اختيار قاعات الدولة عامة يعني احنا كفنانين بنتمنى النقاعات الدولة تبقى اكثر يعني في كل حتة غير الجاليري الخاص فكرة احمد شوقي انا كنت مقدم تمام على معرض وفجئت ان هو يعني قالوا لي ان في مكان فاضي اقرب شوية من المكان اللي انت عايزه فتعرض فيه فأوريدي بدأت اعرض فيه انا لازم اروح المعرض ده واتصور مع البورتري اللي كان في دهر الفنان طول الوقت ومتيالي ان البورتري ده بالذات كلنا نعرف شكله يعني انا لما الفنان محمد المسلماني قال الفنان مراية للي بيعيشه قال انا مش قاهري انا من من الريف طبعا فيرسم الوش اللي كلنا عارفينه بالتعصيبة اللي لون الجلبية التعصيبة دي مهمة قوي يا جماعة واعتقد ان ما فيش حد كل اللي ليهم اصول ريفية واللي عايشين في الريف واللي جايين من هناك عارفين يعني ايه التعصيبة دي كنا لما نستحموا يبقى شعارينا مبلول لازم نتعصب كده علشان ما ناخدش برد والدماغها مفخرة وعندها اصداع تتعصب برضو كده علشان اصداع يروف فكرني بجدتي وبكلامها وبوانس الزكريات لازم اروح اتصور مع الست المتعصبة دي لاني حاسة اني عارفة شكلها مصر بلد الفنانين والموهوبين والمبدعين ولما بيرسموا وبيشتغلوا على اعمالهم الفنية هي مصريين حتشوفوا نفسوكوا لان احنا مصدر الالهام ونتيجة الابداع سعيدة جدا وهروح اتفرج على المعرض وتصور وبأوريكم الصورة الاسبوعي الجاي ونطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات حلقاتنا بعد الفاصل هنقول تاني مصر بلد المواهب والموهوبين الابداع والمبدعين ده تاريخنا ده تراصنا ده حاضرنا ده واقعنا بس كنت بازع القوي ده بجد كنت بازع القوي لما مثلا اتابع دولة من الدول في كاس العالم ولاقي مش عارفة الفريق القومي بتاعها كله محترف في اوروبا لعيبة هنا وهنا وهن تابوحنا فيش غير محمد صلاح يا رب يبارك فيه او محمد صلاح واثنين تلاتة تانيين لكن في دول كتيرة مش هقول لاكبر ولا اصغر من مصر مش هو ده الموضوع لكن عندهم لعيبة موجودة ومحترفة على خريطة الكرة الدولية في كل حد كنت بازع القوي لما اتابع على فضائيات برامج مسابقات غنى ومش عارف ايه ولقي مصريين رايحين واقول ليه ما عندناش وكأن المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية سمعت صوتي وحست بزعلي وهو مش زعلي بس هو زعل مصريين كتير المتحدة خدت على عتقها انها غير البرامج والمسلسلات والنهار وقطاع الاخبار والقاهرة الاخبارية والوثائقية اللي قربت تفتتح خدت على عتقها مهمة بجد قومية عظيمة مهمة اكتشاف المواهب انا هروح عندكم هدور عليكم هشوف اقدر اوصلكو ازاي شفنا كلنا السنة اللي فاتت الموسم بتاع الدوم واحد ثم بيجهزوا للدوم اتنين شفنا يوم الاتنين اللي فات في افتتاح مؤتمر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموية شفنا مريم 18 سنة وهي بتقدم المؤتمر والسيد الرئيس عفتاح السيسي بيشيد او بيحييها وبيشيد بيها وشفنا انها 18 سنة من الناجحين والفائزين في الدوم مريم بنت مرسى مطروح اللي جات من رحولها اخر الدنيا عشان تخش التصفيات وتنجح ما كانش مريم لوحدها شفنا مغنيين الدوم في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وكلهم بيغنوا امام السيد الرئيس وفي الاحتفال اللي جاي من اسكندرية واللي جاي من العريش واللي من مصر واللي من منصورة هنا نحن نصنع عمل عظيم لاننا بنصنع مستقبل للمواهب في مصر السيد الرئيس بالمناسبة يوم الاتنين اللي فات قال احنا 104 مليون عندنا مواهب كتير لو بس ندور فعلا المتحدة اخذت على عاتقها هذه المأمورية او هذا العمل القومي المهم من ضمن غير الدوم في كابيتانو كابيتانو مصر اكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية في الشرق الاوسط وفي مصر في جميع محافظات الجمهورية الكابيتانو مصر مبادرة او برنامج بتقدمه المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احنا البرنامج ده بيحقلنا حلم كبير يا ما سمعنا من شباب نفسي ألعب كورة ويا ما سمعنا من أهالي ابني موهوب بس مش عارف يوصل ازاي يا عم مش محتاج هو اللي يوصل احنا اللي حنجيله بفريق من المتخصصين باختبارات بكذا احنا عايزين نلاقي المهوبين عايزين نديهم الفرصة هذا البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب في كل نواحي مصر يعني من وسط الاربعة المية واربعة مليون هندور على الألماز وحنلاقيه شباب صغير طيب أنا اتفرقت على طبعا على الحلقات بحماس شديد زي زي كل المصريين استغربت جدا انه طبعا فيه أدوات متقدمة ويقولك مش عارف لو خبطت الكرة ايه تعمل ايه وروحتين والفرق والكباتن ده موضوع كبير قوي يعني كلنا اكيد بنتابعه فمش هتكلم عنه كتير إنما أنا أتحدث عن كابيتانو مصر ضمن رؤية اكتشاف المواهب إن أنا مش حسيب الكنوز زي الأثار عليها رمل أنا حأنقب عن الكنوز ده الدور العظيم اللي بتلعبه المتحدة من ده من الحاجات بقى اللي شفناها في كابيتانو مصر فكرة خبير نفسي خبير نفسي اه خبير نفسي يقيم الموهبين ليه وازاي وإيه المستهدف ده الموضوع اللي هنعرفه معنا تليفون ده اللي هنعرفه معنا التليفون يا اه ده اللي هنعرفه من الدكتورة راشا الجندي الخبيرة النفسية لبرنامج كابيتانو مصر قالوا مساء الخير يا دكتورة راشا يا أستاذ أميرة مساء الخير على حضرتك وتحياتي لبرنامجك المصرم برسي يا دكتورة دكتورة راشا أنا أول مرة بقى أفهم يعني إيه خبيرة نفسية اللي لولادها يلعبوا قورة معلش اشرحها لنا دي هو طبعا أي حد عنده مهارة أو مشروع نجم هو محتاجة علم النفس طبعا ده لازم ليه يا دكتورة هو لازم يكون بصحة نفسية كويسة لو هو مش بصحة نفسية كويسة أو عنده أي مشاكل مضيئات فده هيأثر على أداءه وهيأثر على النجاح اللي ممكن يوصله فزي ما قلت لهم كده والناس شافت في الحالة اللي فاتت هو مفروض علم النفس ما يفرقهمش يعني وأنا لما قالوا لي عليهم يعني أنا حطت لهم خطة متكاملة بأهداف بخطوات وكان كل القاءة يا أستاذ أميرة معاهم كانت بضيف على الخطة دي بناءا على اللي بيطلع منهم بتطوريها بتطوريها في إطار التفاعل معاهم طبعا طبعا يعني أنا كنت يعني هيا مش مش مهمة سهلة كانت مهمة صعبة لأن السن بتاعهم عندهم كم سنة يا دكتورة يعني حضرتك بتتعاملي مع فئة عمرية عندها قد إيه 14 سنة كلهم في سن المراهقة وكلهم ولاد فدي كانت حاجة على فكرة حتة إنه هم ولاد كمان صعب جدا تطلع يعني البنت أسهل من الولد إن أنت تخرجي لجواها هيزعلوا مننا يا دكتورة كده هيزعلوا مننا يعني خد يعني أنا حصيت معهم ثلاث خطوات أولها كان كسر الحاجز إزاي أقصر حاجز بيني وبينهم إنهم ما يحسوا إن أنا أقرب ليهم في السن وإن أنا زيهم ولعبنا وتنصتنا وهيزنا عملنا حاجة كثيرة جدا عشان أقصر الحاجز ده ثاني حاجة كانت حتة إنه خرج من جواهم أي حاجة مترقمة جواهم لأن حضرتك هما من بيئات مختلفة ثقافات مختلفة جايل لك إن جاي عنده 14 سنة وأنا عايزة يكون بصحة نفسية كويسة وعايزة يبقى قوي نفسيا وعايزة يبقى نموذج ومثال اللي هيجو بعده فالمهمة كانت وقت لا أبعاد كتيرة طيب دكتورة راشا أنا لو سمعت خبر زي اللي بيحصل الآن إن فيه اكتشاف موهوبين في المجال الرياضي وجابولهم خبيرة نفسية لو سمعت ده بيحصل برة هقول واو متقدمين وبيرعوا العلم ومش كده بالنسبة لي مفاجأة جدا إن كابيتانو مصر بيجيب خبيرة نفسية لشباب 14 سنة بس عندي سؤال هو نفسية أو روح التنافس مع صناعة الأبطال عايزة تركيبة نفسية خاصة طبعا هو حضرتك لازم تخليه بني آدم ضد الصدمات اللي هو هيقابله كمشروع نجم مش زي اللي ممكن طالب عادي أو ولد عادي في سنه بيتعرض لي لا ده بيتعرض حضرتك اللي في كابيتانو ده هيتعرض لحاجات أكبر من سنه أكبر ممكن من طقته وإحنا مش عارفين هو متأهل يا نفسين ولا لأ فأنا بحييهم بصراحة يعني إحنا أنا بدأت معهم من البداية طب دكتورة رشا هل هل هذا هذا التقييم النفسي أو الترميم النفسي إن صح التعبير كان نظام معمول به حتى في الأندية الكبرى وهي في فرق الكورة مع الناشئين ولا ده أمر مع الفكرة الجديدة كلها على بعضها أنا أعتقد أنه هو مع الفكرة الجديدة لأن أنا كنت بتقابل كتير مع العيبة قبل كده وفي حياتي العادية يعني كان كلهم بيلمحوا للنقطة دي إن ده مش موجود عندنا وهو موجود برا لما بيحترفوا بس مش موجود عندنا طبعا دي بقى هم يفيدوا فيها أكتر المتخصصين في الكورة دكتورة راشا حضرتك عملتي برنامج وقلت طورتي منه عالتعامل مع الشباب اللي هم في كابيتانه ومصر حضرتك عايزة تخديهم تبتدي معهم من فين وتوديهم فين عايزة تأهليهم عايزة أخرج كل الحاجات السلبية المتراكمة جواهم لأننا اللحظ في مشاكل هم وردي جايين بيها وعايزة أدخل مكانها الإيجابي يعني أشيل السلبي وحط إيجابي وأبدأ بقى والفكرة الشعرة والفكرة إنه أزاي ما ينبهرش اللي هيشوفه بعد كده وإنه يبقى فيه الخير يعني فيه بقى بعد كده أهله وبلده ما يبقاش بقى ما فيه ناس كتيرة حضرتك بتوصل وبتروح وبعدين ما بيبقاش فيها الخير طب دكتورة راشا دكتورة أنا على فكرة الجزئية الأخيرة اللي حياتك بتتكلمي عنها دي مهمة جدا الكل فيه واحد إنه يعتبر نفسه جزء من حاجة متكاملة مش كائن أناوي فردي يبحث عن نصره الوحيد مش كده برضه أنا فيهمت صح طبعا حضرتك وما ينبهرش ما هو فيه ناس فيه يعني أهلهم والوطن بيصرفوا عليهم وبيتعبوا عليهم كتير قوي ولما بيروحوا وينبهروا بحاجات كتيرة بيضيعوا النجاح طيب بيرجع في الآخر كأنك ما عملتش حاجة دكتورة راشا آخر سؤال لأننا الحقيقة الموضوع ده كان محيرني جدا أنا أعلم من نظام كابيتانو من الحلقة الأولى وبقية الحلقات إن بيحصل تصفيات واستبعدات طول الوقت صح؟ آيب مضحة يعني أنت كده عندك مسألة ممكن تبقى خطر جدا بالنسبة للشباب دول كيف تعاملتي مع هذا الأمر إزاي أتقبل فكرة استبعاده ويرى إن لسه الدنيا مفتوحة في وشه عملتي إيه؟ بدأت معاهم أساسا من قبل قبل ما ينزلوا المضح وأنا وأنا شغالة على النقطة دي حتة تقبل فكرة الخسارة وإن مفيش حاجة اسمها خسارة مستمرة الخسارة الزيت أويك فكنت بعمل معاهم باستخدم معاهم تكنيكات بطريقة غير مباشرة يعني كان فيه أول جزء المباشر اللي هو كلام مباشر بقولولهم كمحاضرة وكلام بقى وحاجات بقى تكنيك تاني باستخدمه معاهم من المعايشة حضرتك يعني كنت معاهم برا المطوشة في المعسكة ففي مواقف بقى تظهر لي كل شوية وممكن أعود مع طفلة على انفراد عفوا مش هنقول طفلة طبعا شاب يعني شاب مورا مش عارفة الحياة التوصيف ايه يعني ففي بقى في حاجات كان بتبقى جماعية تخدمت التكنيك الجماعي وفي حاجات كان بتبقى فردية كل واحد لوحده وكنت فيه كمان بعمل لهم بعمل لهم جلسات ريلاكس هتشوفوا في الحلقات اللي جاية حاجات شغلة عمل لهم كتير قوي ان ازاي ما ده يفيدهم وفي كتارهم يعني مش يطلع هو هو اه لازم يعاية ولازم يتاية وهو ده الطبيعي بس ازاي ده بقى يقومه احسن من مكان مش يوقعه دكتورة راشا الجندي الخبيرة النفسية لبرنامج كابيتانو مصر الصديقة لبرنامجنا افتح باب قلبك بنشكورك على المداخلة وعلى الشرح مصر عايز اقول حاجة في موضوع التأهيل النفسي كلنا فاكرين يا جماعة لما تفرجنا على يعني لعبنا الكبير محمد صلاح يوم ما كانت مصر بتتأهل لكاس العالم وكان مطلوب منه انه يشوت بيلنتي يتودينا كده يتودينا كده كل الناس في البيوت كانت مسكة قلبها وحاسة انه ده ضغط عصبي رهيب وهو فعلا كان ضغط عصبي رهيب على محمد صلاح لكنه افلح وجاب البيلنتي هنا فكرة التأهيل النفسي للابطال انه يتقبل الهزيمة بقدر ما يتقبل الضغوط اللي عليه أثناء المتش وقتنا بيخلص فاضل لنا قدقي يا شباب فاضل لنا دقيقتين اتنين وانا وصلت مع حضراتكم لآخر الوقت كابيتانو مصر مشروع مهم لاكتشاف المواهب الكروية الدوم مشروع مهم لاكتشاف المواهب الفنية والإعلامية شارك تانك موضوع مهم لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال ده مشروع ايضا اطلقته المتحدة وزي ما قلتلك يا جماعة المتحدة تمارس عمل هام في حياة مستقبل مصر انها تعيد او تبحث او تكتشف او تصل الى الموهبين المبدعين الفنانين في كل المجالات ما بين الغناء والتمثيل والإعلام في الدوم والتفوق والتميز الرياضي في كابيتانو مصر والمخترعين والمبدعين ورواد الأعمال في شارك تانك اللي هو احنا لازم نتكلم عنه في حلقة وقت اكتر من كده نشوف ايه الموضوع ده كيف سنصل الى المخترعين والمبدعين وقتنا خلص ساعدت بصحبتكم في هذه الحلقة نلتقي بكرة على خير في حلقة جديدة من افتح باب قلبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر